بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبة طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي إلى موضوع درسنا اليوم إثراء ثلاث فنقول أهداف درس اليوم أن يميز الطالب بين أنواع الجمهور أن يتعرف الطالب المفعول المطلق ويميزه ويستعمله إذن هذه أهدافي اليوم إذن أهدافي ستكون في وحدتي الثالثة آداب وواجبات فقلنا أننا تعرفنا على مكونات في دراسة وحدتي فبدأنا في مدخل الوحدة ثم نص الاستماع استمعنا للنص وأجبنا ثم نص الفهم القراءة قرأنا النص وفهمنا النص تماما ثم أجبنا عن أسئلة حول النص في الحصة السابقة قمنا بالتعرف على الظاهرة الإملائية فتعرفنا على ثلاثة دروس كانت سنتم دخول اللام المكسورة على الكلمات المبدوئة بأل دخول الباء والفاء والكاف على الكلمات المبدوئة بأل وأخيرا كلمات حدفة الألف من وسطها اليوم بإذن الله سنتعرف أنا وأنتم ونسترجع مع الوظيفة النحو فدرسي الأول هو أنواع الجموع إذن سنتعرف بإذن الله على أنواع الجموع وكل نوع من الأنواع أقرأوا النص الآتي إذن نتوقف طلابي وطالباتي للقراءة الصامتة ثم نعود أنا وأنتم حتى نستكمل بإذن الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر بعدما قمنا بقراءة النص قراءة صند دعونا نبدأ أنا وأنتم في تصنيف الجموع مع فمجموعة الأولى الحاضرون الغائبون المجموعة الثانية العلاقات المسافات المجموعة الثالثة البلدان والبحار فنقول نبدأ معا في الإجابة هل دلت؟ دلت هذه الأسماء على ثلاثة فأكثر؟ فألأقول أنها جمع أم مثنى؟ أحسنتم ممتاز نقول أنها ماذا؟ جمع دلت هذه الأسماء على مذكر؟ أم مؤنث؟ الغائبون؟ الحاضرون؟ أحسنتم نقول على مذكر لم تتغير صورة المفرد إلا بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره لذلك فهو سالم أو ليس سالم إذن لم تتغير صورة عن المفرد إلا بزيادة الواو والنون أو الياء والنون أحسنتم نقول أنه سالمون إذن نوع الأول بعدما قمنا بجمع الإجابات أحسنتم جمع مذكر سالم ننتقل إلى المجموعة الثانية العلاقات المسافة نقول دلت هذه الأسماء على ثلاثة فأكثر فهي؟ أحسنتم ممتاز نقول أنها جمع دلت هذه الأسماء على مذكر أم مؤنث؟ أحسنتم على مؤنث لم تتغير صورة المفرد إلا بزيادة ألف وتاء في آخره لذلك فهو سالم ليس سالم أحسنتم نقول أنه سالم فنبدأ الآن في جمع الإجابات ونتعرف على النوع الثاني من أنواع الجمع فنقول جمع مؤنث سالم إذن نوع الثاني أما مجموعة الأخيرة البلدان نقول دلت هذه الأسماء على ثلاثة فأكثر فهي؟ أحسنتم ممتاز نقول أنها جمع هل تغيرت صورة المفرد عندما؟ جمع بحر البحار بلد البلدان أحسنتم ممتاز نقول نعم أقارن هنا بين صورة الإسم في الحالتين إذن قارننا بين ماذا؟ البلدان ومفردها هل شكل الكأس قبل الكسر يشبه شكله بعد كسره؟ إذن هنا تشبيه هل الكأس عندما يكسر يشبه ماذا؟ ما كان عليه سابقا؟ أحسنتم ممتاز نقول لا إذن لاحظوا معي هنا أنواع الجمع جمع المذكر السالم وهو اسم يدل على ثلاثة فأكثر بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره جمع المؤنة السالم هو اسم يدل على ثلاثة فأكثر بزيادة ألف وتاء في آخره جمع التكسير هو اسم يدل على أكثر من اثنين بتغير في صورة المفرد إذن هنا تعرفنا على ماذا أنواع الجمع أطبق أصنف الأسماء الآتية حسب نوع الجمع إذن نبدأ في التصنيف هل هي جمع مؤنة السالم؟ أم جمع تكسير؟ فنقول إحسنتم ممتاز جمع المذكر السالم ستكون ممتاز صائمون مخترعون مستغفرون جمع المؤنة السالم آيات صادقات زهران جمع التكسير علماء دروع وأشجار إذن قمنا بتصنيف ماذا الجمع حسب نوع هذه الجمع آتي بالجمع المناسب لكل اسم مفرد إذن هنا سنذكر الجمع المفرد وردة جمعها ورود مكتشف مفرد الجمع مكتشفون جندي مفرد حسنتم نقول جنود إذن هنا كان لدينا مفرد وذكرنا الجمع لكل مفرد معا إذن نقول معا أن أنواع الجمع جمع المؤنة السالم مثل طالبات جمع المذكر السالم معلمون وجمع التكسير كأن أقول أقلام ننتقل أنا وأنتم إلى درسنا الثاني المفعول المطلق إذن درسنا الثاني سنقول المفعول المطلق ننتقل معا إذن أقرأ إذن الآن مطلوب طلابي وطالباتي منكم قراءة الجمل قراءة صامتة ثم نبدأ معا في تحليل الكلمات إذن نتوقف للقراءة الصامتة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 حروف الافعال اذا هذه الاسماء ماذا تضمنت حروف الافعال فنقول المفعول المطلق اسم يذكر بعد فعل ويكون من لفظه ويؤكده نرجع الى الامثلة السابقة ونحاول ان نستخرج ما هي الحركة على اخر المفعول المطلق تأدبا اصغاء احتراما ما اسم الحركة التي تظهر على اخر المفعول المطلق حسنتم ممتاز نقول ماذا الفتعة اذا هنا تعلمنا قواعد لا ننساها المفعول المطلق اسم يصاق من لفظ الفعل ليؤكد معنى المفعول المطلق منصوب دائما وعلامة نصبي هنا الفتحة اذا تعرفنا على كيف نعرف المفعول المطلق ونتعرف عليه ايضا ما فائدته وما هي الحركة التي ستظهر على اخره املأ الفراغ بفعل مناسب للمفعول المطلق اذا الان لدينا جمل تحوي مفعولا مطلقا نريد ان نقوم بكتابة الفعل المناسب في الجمل الاولى سنقول اذا المفعول المطلق سهرا احسنتم سهرة الام على راحة ابنائها سهرا طويلا الجملة الثانية هنا نستخرج معا مفعول المطلق حبا احسنتم اذا الفعل يحب المواطن وطنه حبا صادقا الجملة الثالثة المفعول المطلق اين في جملة احسنتم ممتاز قولا فنقول قال المعلم قولا حكيما هنا اذا استخرج كتبنا معا الفعل الجملة الاخيرة هنا نحتاج الى فعل مناسب مفعول المطلق رسما احسنتم ممتاز رسم الطالب اللوحة رسما ماذا جميلا اذا هنا قمنا بكتابة فعل مناسب لجملنا اعربوا الجملة الآتية اعرابا تاما رتل القارئ القرآن ترتينا قلت انا وانتم دائما عندما نريد ان نعرب اولا يجب ان نصنف الجملة هي جملة اسمية ام جملة فعلية نرى اول كلمة رتل بدأت به احسنتم جملة هنا بدأت بفعل اذا الجملة ستكون فعلية فرتل نقول فعل وما نوع هذا الفعل تعرفنا ان الفعل قد يكون فعل ماضي مضارع وامر احسنتم ممتاز رتل فعل ماضي مبني على الفتح من الذي قام بهذا الفعل سيكون هو احسنتم الفاعل فنقول القارئ ماذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وماذا رتل هذا القارئ احسنتم القرآن فنقول انها هنا سيتقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره ترتيلا اذا لاحظوا معي هنا ترتيلا اسم اخذ من ماذا احسنتم حروفه ماذا مأخوذ من الفعل رتل اذا سيكون مفعولا مطلقا وما هي الحركة التي ستصاحب المفعول المطلق احسنتم قلنا الفتحة الفتحة فنقول ترتيلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة وعلى آخره اذا هنا اعربنا معنى الجملة اعرابا تاما اذا تعرفنا على جملة فعلية واعربناها وكانت جملة تحوي مفعول ماذا مفعول مطلق ننتقل اخيرا طلابي وطالباتي ونقول ماذا تعلمنا في درسنا اليوم احسنتم ممتاز نقول اننا ميزنا انواع الجموعة تعرفنا عليها ايضا تعرفنا على ماذا على المفعول المطلق طلابي وطالباتي نقف انا وانتم عند هذه النقطة اشكركم جزيل الشكر على حسن انصاتكم لي والتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء